بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حبايب طلبته طالبات الصف الرابع طبعا نمازج الوزارة الرئيسية والأساسية نزلت في اللغة العربية أنا جبتلكم بس إجابة النحو على أساس إن النحو ده بيمثل مشكلة يعني بيبقى هو يعتبر هو أهم حاجة في اللغة العربية اللي ممكن الطالب يلاقي فيها صعوبة فأنا جبتلكم الأسئلة بتاعتنا مازج الوزارة في النحو والإجابات بتاعتها إن شاء الله تابعوا معي أول جملة تعاون طارق مع أصدقائه حول إلى جملة اسمي هتبقى طارق تعاون مع أصدقائه يعني هغير بدل ما هي تعاون طارق لها قول طارق تعاون دي جملة اسمي طيب نقط متعاونون عاوز مبتدأ جمع تكسير فهتبقى الطلاب زي ما أنت شايفينه هو الكلام المكتوب بأحمر الطلاب متعاونون الحديقتان نقط وبعدين جايب بينكو سين خبر عايز خبر هتبقى جميلتان النقطة اللي بعد كده ابن سينة والرازي نقط عالمين حط هم ولا هي ولا هما ولا هن طبعا هتبقى هما طيب شجع المعلم التنميز الجملة السابقة جملة إيه اسمية ولا فعلية ولا استفهمية هنختار فعلية السماء صوفية كلمة السماء فاعل ولا مبتدأ ولا خبر طبعا مبتدأ هل ذهبت إلى المدرسة اليوم طيب أحطي علامة استفهام ولا علامة تعجب ولا مقطة طبعا أختار علامة استفهام يزاكر الطلاب دروسهم بجد كلمة الطلاب نوعها مفرد مسنة جمع حرف طبعا جمع يدافع الجندي عن وطنه كلمة يدافع فعل ايه ماضي ولا أمر ولا مدارة طبعا فعل مدارة النقطة اللي بعد كده تنسج الفتاه على النول اجعل الفاعل جمع مؤنس هتبقى الفتيات تنسج الفتيات على النول بعد كده نقط أتعاون مع أصدقائي وبن قسين جايب لك ضمير أنا أنا أتعاون مع أصدقائي بعد كده كلمة المكتب تدل على نبات ولا صفة ولا اسم طبعا هتبقى اسم افخر بوطنك كلمة افخر فعل ايه ماضي أمر مدارع طبعا أمر نقط فتيات فتيات مهزبات هم ولا هن ولا أنا هن الوطن حبيب لكل فرض من أبنائه الوطن اس لأنه يبدأ بقل ولا يسبقه حرف جر ولا به تنوين ولا يسبقه نداء طبعا عشان يبدأ بقل النقطة اللي بعد كده تمتلق مصر بالمعالم السياحية كلمة تمتلق فعل ايه ماضي مدارع أمر طبعا مدارع لكل محافظة متاحف خاصة بها كلمة متاحف جمع مذكر سالم جمع مؤنس جمع تكسير هتبقى جمع تكسير بعد كده أنتما نقط وفيين صديقان أصدقاء صديقتين طبعا هاختار صديقان كلمة العصفور في العصفور المغرد مبتدأ ولا فعل ولا خبر طبعا هتبقى مبتدأ جمع كلمة بالغ بالغان بالغون بالغتان طبعا جمعها بالغون طيب النقطة اللي بعد كده نقط جنود مخلصون ضع ضمير مخاطب هحط أنتم هيبقى أنتم جنود مخلصون النقطة اللي بعد كده أنا لعبة متفوقة حول إلى صيغة المسنة يعني أنا لعبة متفوقة خليها صيغة مسنة أنتم لاعبتان متفوقتان النقطة اللي بعد كده نقط قارئة مثقفة هو ولا هي ولا هما طبعا هي نقط في العمل مخلص مخلصان مخلصون أختار مخلص بس هو أكيد على فكرة جملة ديت في أولها فكرة منقصة زي أنا أو أنت عشان أختار مخلص لازم يكون في أول جملة أنا أو أنت أو هو يعني حاجة مفرد ضمير مفرد الجملة اللي بعد كده الماء بارد باردة باردا الماء بارد ما ينفعش أختار باردا يظهر القمر في السماء ليلا كلمة يظهر فعل ماضي مضارع أمر طبعا مضارع العلم نور تسمى الجملة السابقة جملة إسمية لأنها تبدأ بإيه إسم فعل حرف طبعا إسم طيب علمني أبي مساعدة الضعيف كلمة مساعدة فعل ماضي ولا إسم ولا فعل ولا حرف طبعا إسم المصريون الكدماء بنوا الأهرام كلمة المصريون جمع إيه مذكر سالم مؤنس سالم تكسير طبعا مذكر سالم أنتما متعاونان أنتما ضمير إيه متكلم غائب مخاطب طبعا ضمير مخاطب النقطة اللي بعد كده الفاكهة طازجة كلمة طازجة مبتدأ ولا خبر ولا ظرف مكان طبعا خبر بعد كده الحجر سقيل كلمة الحجر مبتدأ وعلامة رفع إيه الضمة الضمة وللفتحة ولا القصرة طبعا الضمة نقط مكتهدون في عملكم ضع ضمير مخاطب أنتم طيب النقطة كتابا كتابا كلمة كتابا كلمة كتابا فيها التاء مربوطة تنوين طبعا فيها تنوين المصريون عظماء كلمة المصريون جمعي مذكر سالم ولا مؤنس سالم ولا تكسير مذكر سالم الوطن في قلوبنا كلمة الوطن اسم لأن فيها ألف ولام نحن تلاميذ كلمة تلاميذ جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنس سالم ولا جمع تكسير طبعا جمع تكسير السعبان نقط وعايز بن كوسين خبر هيبقى السعبان سام طيب النقطة اللعبة الأولاد كرة السرعة كلمة لعبة فعل ماضي ماضي ولا مضارع ولا أمر طبعا ماضي النقطة اللي بعد كده رأيت جبالا شاهقة الارتفاع كلمة شاهقة أنا في رقم 43 كلمة شاهقة اسم لأن فيها ألف ولام ولا تاء مربوطة ولا تدوين طبعا عشان فيها تاء مربوطة تهاجر تهاجر الطيور في مصارات محددة كلمة مصارات جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنس سالم ولا جمع تكسير جمع مؤنس سالم بعد كده آخر نقطة يتعاون العلماء لخدمة أوطانهم كلمة يتعاون فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر طبعا فعل مضارع كده حبيبي نكون قلنا كل نقاط النحو أنا تكلمت عن النحو بس بإجاباته أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله كل واحد اللي هو نفسه فيه وكل واحد يجيب الدرجة نقية في المتحان إن شاء الله